الارث المعماري في العراق في مهب الريح من الموصل إلى سامراء والبصرة فالنجف وكربلاء وبابل حكاية مدن تعرضت آثارها للدمار والخراب ولم تلبث أن تهددت مجددا من خلال عمليات إعادة البناء والترميم أحد أهم هذه الآثار المهددة هو الجامع النوري في الموصل الذي دمر خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش ويشير الخبراء بالآثار إلى أن التصميم الفائز بمسابقة اليونيسكو لإعادة إعمار الجامع التاريخي لا يمت بصلة للأصل ويجا في الطراز المعماري للجامع النوري الذي تتميز به المنطقة في حين أكدت منظمة اليونيسكو التي ترعى المشروع أنها تأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات ويضيف الخبراء إلى أن استبعد اليونيسكو لنقابة المهندسين العراقيين فضلا عن كبار الخبراء والمعماريين العراقيين من المشاركة بالإشراف على المشروع ينضوي على أخطاء كبيرة تخون التراث المعماري للمدينة التاريخية متهمين اليونيسكو والسلطات في العراق بتشويه الجامع النوري الجامع النوري ليس آخر الضحايا هناك في سام الراء أيضا محاولات حثيثة لتمصي هذا الإرث الحضاري وإبداله بآخر يحمل توجهات طائفية تقودها ما تسمى بالعتبات العسكرية والتي أنط بها إعادة بناء قبة مرقد العسكريين الذي كان بوابة لها للسيطرة على الأراضي والعقارات المجاورة له بدعم من الميليشيات وصولا إلى قرار تغيير اسم الجامع الكبير ومدرسته العلمية في سام الراء ويلقي غالبية العراقيين باللوم على السلطات الحكومية وكل من الوقفين السني والشيعي في السماح لجهات خارجية بالعبث بالعمارة العراقية وتغيير تصميمها وفقا لأجندة هيمنة إيرانية سياسية وطائفية لدرجة أن مؤرخين أكدوا أن العراق مهدى الحضارة تحول أيضا إلى مكان لتدميرها في آن واحد للغاية